سفر زكريا سفر زكريا الاصحاح 12 عدد 10 ايوه بيقول افيض على بيت داود وعلى سكان ارشاليم روح النعمة والتضرعات فينظرون الى الي الذين تعانوه مين اللي بيقول ينظرون الى الذين تعانوه الراب هو نفسه يبقى الراب الرب الذين تعانوه تقصد كده الرب ينظرون الى طوانت الناس نظرة الله وشافته مطعون الاله بحسب كتابك اللي كان مطعون صح مين بعل ينظرون الى وهو مطعون هو الرب اللي بيتكلم في هذا الاصحاح عدد 10 الاله عندك اللي كان مطعون يقول والذين طعنوه كان مطعون صح؟ ايه هو الرب يقول وينظرون الى اه اوكي ينظرون الى الذي طعنوه اه احنا وانت شفنا اوكي الله مطعون يعني غير بشخص المسيح يسوع بشخصية الانسان يسوع المسيح كانوا طعنوه وهو على الصليب فهون هون يعلن الرب اوكي ده عن انه تجسد عن تجسد وعن اللهوت ده هون ينظرون الى وانت والمسيح كان على الصليب اوكي وطعنوا بالحرب اوكي طعنوا بالحرب اذا انت قارئ العهد الجديد ايوة طبعا طعنوه اه لم الا سقوه خلا وخمرا وطعنوه اي نعم 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 يا عين عليك يا عين اه تمام ده الاله عندك اه ايوة يبقى كده يبقى على سؤالك جبتلك ده انا جبتلك ده ده دليل واضح وبسيط حلو وقرعناه مبايا طب هل هل ده يبقى انا النبوء اللي انا سؤالتها برضو في اشعية تكون تنطبق عليه ولا لا اللي هي في اشعية تلاتة وخمسين اللي بتقول ما نصدق خبرنا وليم نستعلمنا الذراع الرب ده كان عن الله عن يسوع طبعا 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 افتحوا طبعا تيجي تفتحوا اشعية تلاتة وخمسين اه بدك بقرع لك اياه ده ده انت تجيبت يعني ده صلب المسيح بنفسه الخلاصة اشعية في اشعية اصحاح تلاتة وخمسين بيقول ولمن استعلنت ذراع الرب نبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسة مين اللي نبت قدامه كفرخ ده ده الأمة اه اللي قدام الاله اللي قدام الاله اللي بيقول من صدق خبرنا فاليهود ما كانوا مصدقين انه هذا هو اللي هو يسوع اللي هو هذا المسيح عشان هيك ومخذول من الناس رجل اوجاع ومختبر الحزن طيب عندك في اصحاح تلاتة بيقول محتقر ومخذول من الناس من هو ده ايوة ده هو يسوع الاله الظاهر في الجسد ايوة الاله اللي الظاهر الظاهر في الجسد هو اللي كان محتقر وكان مخذول ايه طبعا كان مزلول لانه هو اخلى نفسه افتقر افتقر افتق فيليبي وكان مزلول وكان مزلول ايه الاله الظاهر في الجسد مش الاله مش اللاهوت امال الثاني سوع المسيح يعني الاله ما يتأثر يعني يعني هلأ هلأ على نفس الموضوع هلأ الله نفسه لو نزل في القطب الجمالي في القطب الشمالي حيسقع رح يتلج لا اه بس هنا المحتقر ومخذول من الناس الناس الانسان يسوع المسيح اللاهوت خرج منه الجسد اللاهوت لا يتأثر اللاهوت خرج منه ركز معي اللهوت خرج من يسوع ساعة مكان محتقر ومخذول ولا كان فيه جواه لا 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 فارق لا لحظة ولا طرفة عين يعني الاله بالظاهر باللهوت والنسود كان محتقر ومخذول من الناس هل يعيني عليك هلأ ما عم بقولك الله بلهوت لو نزل في القطب الشمالي حيسقع لا مش حيسقع حيعيني عليك إذا مش حيطأثره في جسد يسوع المسيح يعني الاحتقار لأن المسامير ما تدخل في ايده يعني أنا المحتقر المخذول هو شخص شخص الاله المتجسد يسوع لكن الاله ما تأثرش لكن يسوع اللي هو الاله الظاهر في الجسد هو اللي تأثر وهو المحتقر والمخذول نكمل نشاكل بعد كده عم قيل وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتذ به مين اللي محتقر ولم نعتد به هو الاله الظاهر في الجسد يعني عليك هو الاله الظاهر في الجسد صح يعني عليك أيوه يعني دلوقتي الاله الظاهر في الجسد اللي انتو بتعبدوه اتقال عنه محتقر فلم نعتد به صح ده مش اللاهوت ده الناسوت بس ما خرجش منه اللاهوت كان الاهوت ربكم كان الواء لا يتأثر ما انت جاوبت بنفسها اه ليس انت ليش انشت الحب الله يعني دلوقتي ما هركز بس معايا اخي محمد الانسي الان في كلامك ان انت كل ما اسألك تقوم اي اللي ده الانسان مش اللاهوت فكأنك بتفصل بين الناسوت واللهوت ما بتتكلم على اله ظاهر في جسد انتو بتعبده يعني لما نسألتك وقلتلك مين المحتقر فلم تعنعتد به قعدت وقلنا سوت نسوت يعني خرج منه اللاهوت ولا كان الاله بناسوته لاوته انا قلتلك الناسوت انا قلتلك الناسوت لانه اليهود لا يحتقرون الله فعشان ايك قلتلك الناسوت انا مليش دعب اللاهوت انا بكلمك عليك انت محتقر من مين محتقر من خاصته من شعبه برضو انا ما اتكلمتش على كده انا بكلم عليك انت المحتقر فلم نعتدي به هذا هو الاله بناسوته لاوته ولا الناسوت انفصل عنه سوتك بدأ اول ما جيبنا سيرت الاحتكار سوتك بدأ يقطع بقى فيه تقطيع جامل اوي الان زبط انا ليه بسأل كده في الفاظ معينة عايز افهم معناها بس كل مرة انت بتقول لي يسوع بس دون اللهوت فكأنك بتفصلي بين اللاهوت والناسوت كل شوية عمل تفصلي لانه لانه ما احد لا انا ما بفصل انا ما قلتلك انه بهذه اللحظة انفصل اللاهوت حاشا انا ما قلتلك هذا الكلام انا بقولك الناسوت لانه ما احد من الناس بيحتقر الله ما احد منهم بيحتقر الله طيب فهو اللي كان محتقر هو الانسان يسوع المسيح اوكي اللي الله هو متحت هذا الجسد بدون لاهوت نو باللاهوت طيب اسمعني كده لحظة عشان افهم يعني المحتقر والمخذول من الناس الاله عندك الظاهر في الجسد صح يعيني عليك لانهن ما بيعف انه هذا هو الله طيب نكمل وهن يصلبوه وهن يصلبوه ليش ليش لانه اعترف انه هو الله لانه هو اعترف يعني هاي كانت تهمته لما اعترف انه هو الله لما اعترف انه الله مصلبينه طبعا واتلوه واتلوه انا حافظ لانهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد تقصد ده نو نو مو هاي مو هاي انجيل مرقص ومن الان تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة فمزق رئيس الكهنة ثيابه اوكي وقال لهم انه قد جدف فحكموا عليه انه مستوجبا للموت ليش لانه جدف عمل نفسي انه هو اله ام يا من القوة وقصد في انجيل يوحنى ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون ان يقتلوه لانه عمل هذا في السب فاجابه يسوع بيعمل حتى الان كمل تشغيل كمل تشغيل لا ده هي بس نظام شروح ان انا عايزة اشرح الكلام ده نفسه ما في مشكلة لكن احزاننا حمله واوجاعنا تحمله ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا ده الاله الظاهر في الجسد اللي كان مضروب من الله ومذلول ايوه طيب هنا عندي سؤال ازاي الاله الظاهر في الجسد حينضرب من الاله ويتزل اوكي 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 انا عندي شواء لكن صاحب هو بدي يريد يحكي معك هو بدي يحكي معك هات صاحبك انا عندي شواء بلا تفكر بس هو اللي انطيني يعني سؤال مع احترامي لك سخيف لكن هو يجول طيب لو سؤال سخيف سؤال سخيف في الكتاب محمد زيك حبيب ربي بارك حياتك ايه ربي باركك مين معاي يوحنة حياك الله اهلا بك يا يوحنة زيك حبيبي نشكر الهنا الخالق الذي خلق السماوات والارض وكل ما فيها ماش له كل المجد في الشعية 53 العدد 6 العدد 5 أو العدد اربعة فاتح قدامي قول ما هنسمع الاول النص بعد كده تشوف سؤالك ده بحسب قراءة عدد نصحي لاشعية 53 خمسة بيقول أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا مين اللي كان مضروب من الله ومذلول شو حبيبي من هو الذي كان مضروبا من الله ومذلولا أوكي أولا هاي شعياء 53 مو خمسة من أربعة آه ماشي ماشي اوكي لكن احزاننا نحملها وأوجاعنا نتحملها ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومذلولا ايوه هاي نبوة قبل المسيح سبعمائة سنة اوكي قبل ان يأتي المسيح قبل ان يولد من العضراء المطوبة مريم مش فهمني سبعمائة سنة هاي نبوة عنه يا يوحنى طيب ماشي بس اسمعني بس اي 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 انا فهمت طيب تفضل تفضل من هو الذي كان مضروبا من الله ومذلولا احنا نؤمن اوكي نؤمن اوصل لك للإجابة صحيحة نؤمن انه كل الكتاب وموح به من الله فاحنا شو ما بناخد آية ولكن الكتاب المقدس من التكوين الى الرؤية كل سلسلة واحدة فالآن من تقول لي من هو الذي كان مضروبا الله هادله رح اقول لك بكل بساطة انه هو بارادته الكاملة ذهب الى الصليب اوكي مين هو يسوع المسيح خلت جابت مين هو يسوع المسيح ايوة بس لحظة بقى هنا يسوع المسيح اسمعني يسوع المسيح ليش عم نحكي معاك الآن احنا مو مجد انت هدفك هدفك انك تجادل ولا جادل يا راجل كل ده عشان سألتك سؤال بقى هدف يبقى جادل واعمل وش عاية فيه بتكلمني بسرعة عايز افهم بالراحة عايز افهم معنى الكلام لو انت شايف الموضوع كده مزعلك او مدايقك خلاص لا اتصل والغي خلاص مفيش مشكلة انا مش متعصف انت اللي متعصف انا متعصف ايه انا اللي متعصف عشان اسألك اتفضل يا حنى حنى يحنى يحنى احمد صدقني احنا يحنى بالراحة وكلمني واحدة واحدة عشان الكلام كتير بسرعة 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 مش هنفهم حاجة بالراحة خالص اوكي اوكي مصابا مضروبا من الله بس خلنجعل هاي نفس العدد خلنجعل العدد شو يقول لك تغلق تغلق تقول يا مطلوق مصابا ومضروبا من الله ومذلولا لو كان يسوع هو الله فازاي حينضرب من الله اوكي قبل مصابا انت وديت كلمتين اقرالي ايه ايه انت الان عبرت كلمتين انت قررت مصابا اقرالي كلمتين قبلها شو بيقول لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا عيد 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 مين مين هم ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا نحن حسبناه مين هو من هو الشخص الان انت ورحل انت شو طلت عيد 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 انت جاوبت حالك الان ونحن شو انا عارف انك حتقولي ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومذلولا مين هو ايه هو يسوع بس مين حسبه مضروبا من الله مين بقى هم اه اه ايه من هم انت سمعتك كويس نحن الهود وانت الان انت الان عم تحكي انت عم تحسبه ان هو مذلوب من الله ولكن هو بإعرادته واجه يعني هو طب انا هسألك بقى سؤال هم حسبوه ان هو مصابا ومضروبا من الله هل يسوع كان هم بابا صح 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 اللي ما قبلش يشاوب عليه احمد ديدات نفس صح صح انا مالي ومالا احمد ديدات ومحمد ديداتي الان خليك معايا انا الله المستعال انت اه يا حنى خليك معايا لحظة اه جول 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 مين اللي كان مصابا ومضروبا من الله ومذلولا الكتاب بيجاوبوا طوكي حبيبي مين كان اه يسوع الذي انت عم تحسبه واليهوذ حسبه اه يدخلي اوه الكان الذي انت انت عم تحسبه مذلولا من الله هو يسوع الانت عم تحسبه مذلولا حل واليهود وكل انسان لم يقبله حل طيب النص اللي باع خلاني اسمعه النباع نسمعه اللي باع صح و HWO مكروح لأجل معاصينا مين هو المكروح لأجل معاصيكم يسوع المسيح الانسان. يعني كان فيه اللهوت ولا خرج منه اللهوت. شو? يعني كان متحدا باللهوت. يعني الاله الظاهر في الجسد هو اللي مجروح لاجل معاصيكم. ده. ولا اللهوت خرج منه. اشتغلت يا بابا. شو سوري 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 سوري. شو قلت? اقول تاني. بس اركز انت معي وفي وراك صوت كأنك مجموعة مع بعض. فخلك كل يسكت عشان نعرف نسمع مع بعض. نسمع بعض. ارجوكم جايز. اوكي اوكي. فضل. النص عندكم بيقول وهو مجروح لاجل معاصينا. بتقول لي ده يسوع. نعم. بقول لك. هل يسوع باللهوت والنسوت اللي هو الاله الظاهر في الجسد مجروح لاجل معاصيكم? ام ان اللهوت خرج منه? اوه. احن اقول لك حبيبي. احنا لا نؤمن انه هو خمسين بالمية لهوت وخمسين بالمية نسوت. حاشا. نؤمن انه هو انسان كامل روح نفس جسد ولكن خارج من خطيئة. ونؤمن انه هو لهوت كامل متحد باتحاد كامل. رائع. لم يفارقه ولا لحظة ولا طرفة عين. كلام رائع. يبقى اللي كان مجروح لاجل معاصيكم هو الاله بلهوته ونسوته صح? هو هو الروح انت شو انت انت مين تعبد حبيبي? انا ما انت ما لك انا مين بعبد ولا مععودش ما ترد على سؤالي. رد على سؤالي. انت بترسوا الله? لأ معلش مع اعتبرني ما عرفش بس رد على سؤالي. الاله بلهوته بنسوته عندكم كان مجروح لاجل معاصيكم. خمسين مرة قال لك اه خلاوة. اللاهوت لا يتأثر. يعني شو يعني صعب عني. يا الله يا كريم يا رب. انا مالي دلوقتي بالتأثر ولا ما تأثرشي. انا بسأل سؤال في الكتاب. ايه ما عم قال لك انا عم جاضك لا يتأثر. اللاهوت ما بيتأثر. لا ببسك ولا بحق. نكمل النص اللي بعده. بيقول. مسحوق لأجل آثامنا. تأديب سلامنا عليه. مسحوق لأجل آثامكم. ده عرفنا ان هو ايه? يسوع. تأديب سلامنا عليه. يعني ايه? تأديب سلامنا عليه. اه. وبحبوره شفينا. اه. طبعا. تأديب وسلامنا عليه. هلأ الانسان عندما يخطر يؤذبه الله لانه هو احمل الخطيئة. لانه هو احمل الخطيئة. هو ايش? بتحمل هذا العقاب. اخذ تأديب لا عليه. في جسده. سوان. يعني ايه تأديبكم? تأخذ تأديبكم عليه? يعني احنا محكمين علينا في الموت هو ما تعوضنا عنا. اه يعني اه اه الاله عشان انتو بدل ما تتأديبوا انتو حمل عنكنتو ايه? الموت. صح? انت بحاجة لمخلص. انت من انت 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 اكيد كذبت اكيد. صيبك مني انا رضي على الموضوع. ايه وهو ده ده نفس موضوعنا. اه يعني تأديب حمل التأديب عليه هو. صح? طبعا حمل حمل الغضب حمل التأديب حمل كل شيء عنه. عليه هو. تمام تمام. نكمل? طبعا. اه قربوا بقوقوا شوية من المايك لانكم بتعدتوا تقريبا انتم مجموعة فبتعدتوا عن المايك كلكم مرة واحدة. لأ قربوا شوية للمايك. بعد كده بيقول. وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضلالنا. مين دول? ده كل واحد الى طريقه. ايه. والرب وضع عليه اسم جميعنا. مين اللي وضع الرب وضع على مين اسم جميعكم? طبعا الرب اوكي ده بيتكلم ده هو بلهوتي بيتكلم اوكي ده ده وضع كمان مرة عدد ايش هذا? عدد ستة. الرب وضع عليه اسم جميعكم. مين هو? الرب وضع عليه اسم جميعنا. اسم مش اسم. اسم جميعنا. يعني الاسم اللي هو زنب. ايوة ذنوب الجميع. ماشي. ايه ذنوب الجميع مش اسم. ما انا عارف اسم بالثاء مش بالسين. ايوة. ايوة يعاني عليك. اه? مين هو? يعني وضع عليه. اوكي? يعني يعني عليهم بيقولك انه انه هو حمل اثامنا حمل خطيطنا حمل ذنوبنا. مين هو? هو يسوع المسيح. يعني الله وضع على المسيح اسم جميعكم. صح? يعاني عليك. حلو. طب ازاي الله لو المسيح هو الله. يبقى ازاي الله وضع على المسيح اللي هو الله برضو. اسم جميعكم. طبعا على نفسه على 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 طبيعته بالنسوت لانه ليش هو اتى انسان. لانه يمثل الانسان لانه الانسان الخاطئ. هو نائب عن البشرية كلها. اه. يعني معناها كده ان اللهوت وضع عن الناسوت اسم الجميع. صح? اه طبعا الله الله بلهوته. اه. عندما تجسد. اه. اه. اثامنة اثامنة يعني خطيطنا ذنوبنا. اه. طبعا. البشرية هي كانت ذهب الى 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 الهلاك. تجسد وقتها. اوكي. لكي لا يهلك كل من يؤمن به. بل تكون له حياة ابدية. يعني الرب وضع على نفسه جسمه. يعني عليك. على نفسه ذنوب الجميع. صح? ايوة يعني عليك. طيب نكمل. نكمل. طبعا زلم. اما هو فتذلل ولم يفتح فان. كشات تساق الى الذبح. مين هو اللي ظلم والتذلل وكشات تساق الى الذبح. ده هو يسوع المسيح اللي كان واقف امام بلاطس البنطي وقال له اتكلم اما تشهد ما يقوله عليك وهو الذي لم يفتح فان. ده شوف كيف الانجيل كله متطابق روعة الوحي الالهي. ماشي. مين اللي كشات تساق الى الذبح. هو يسوع المسيح. قال عليه يوحنا ذا حمال الله. ايه. والذي قال عليه يوحنا ذا هو حمل الله. يعني يسوع المسيح هو الحمل? طبعا. طبعا. تمام. لحظة نكمل. وكنعجة صامتة امام جزيها فلم يفتح فان. مين اللي كنعجة صامتة امام جزيها. يسوع المسيح ده تشبيه انه كيف النعجة اوكي. ابتباحة وهي صامتة وهي راضي. اه. فهو تشبيه انه هو هو بقراته هو. اه. ده هو بقراته هو. اه. يعني عليه بقراته هو لانه هو قال بانجيل يوحنا وليس احد اه لا احد ياخذها مني بل انا اضعها شوف شوف الكل. اللي كنعجة صامتة امام جزيها هو يسوع. هون هون بيكلمنا بسرعة اكيد الرب ما رح هيكلمنا كلام يعني من السماء سماوي لغتاني حتى ما نفهمها. اه. هون بيجيب لنا مثل حتى احنا نفهمه. مثل بالنعجة والشاة وكده. تشبيه نعم طبعا. نعم. زي النعجة مشيت بتتباحها وهي صامتة. نعم. نعم. بارادتها اوكي. ده هو نفس الشي هو قال. انا بارادتي انا اضعها وما حداش مخدها مني. راب يسوع مش انتو المسلمين مرات يقولون اه شوية ناس صلب الراب تعالي حبيبي انا شد اعطيت من فوق. اوكي. لم يكن عليك ليس سلطان البتة. انت لو ما اخذ. ايوة. نكمل. من الضغطة ومن الدينونة اخذ. وفي جيله من كان يظن انه قطع من ارض الاحياء. من الضغطة ومن الدينونة اخذ. ده برضو يسوع صح? طبعا. تمام. تمام. ايوة. بمناسبة كلامنا على رؤية يحنى. ايوة. النص في في رؤية يحنى سبعتاشر اربعتاشر. عارفو? سبعتاشر اربعتاشر ايوة. اه. اللي في لهوت يسوع. سبعتاشر اربعتاشر. اه. ايوة. اللي بيقول هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم. ايوة. لانه رب الارباب وملك الملوك. ايوة. وده ده مش من ضمن قلوهية يسوع? طبعا. لانه رب الارباب. طبعا. طيب. بس هنا فيه في النص بقوله الخروف. يعني ايه الخروف? طبعا. اه. يعني هو الخروف. اوكي. هلأ الخروف شو انت تعرف عن الخروف? انه يقدم تضحي. مصبوط ولا لا? ماشي. طبعا. ماشي. ايه طبعا. انت اذا انا اقولك اسد يعني انا اعتبرك حيوان? لا. انت شريه يعني انت قوي شجاع. اه. طيب الخروف بقى رمز ايه? اه مع بقولك رمز للتضحي. ما انت اوكي. لاش بتعيد عيد الاضحى? لاش هو بتقدم انت? تضحي. معلش? بنضحي. بس انا هنا. الخروف هنا هنا. اه. يرمز الى العمل الكفاري على عوض الصليف. الى التضحية العظمى. اه. اه. فاتقال عن الاله. الله خلق السماوات والارض. تقال عنه خروف? ده طبعا ده هو الانسان الذي الانسان يسوع المسيح الذي ضحى بنفسي على عوض الصليف. طب سواء. اوكي? ده هذا يرمز اوكي? الى الثبيحة. فالقى سفر لويين. طيب انت بتقول دلوقتي ان الخروف ده اللي هو نسوت يسوع. وهل يطلق على نسوت يسوع رب الارباب? ولا رب الارباب عندكم اللي هو الله خلق السماوات والارض? طبعا لانه هو هو انسان وإله بنفس الوقت. فهو رب الارباب لانه بدك دليل من الانسان ما في مشكلة. لا انا دلوقتي الخروف هنا اطلق عليه رب الارباب. فالالله خلق السماوات والارض عندكم اطلق عليه انه هو خروف صح? اي 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 اطلق عليه هو اله هو هو رب الارباب. وبدك اعطيك دليل كمان ما في اي مشكلة. ثواني بس ثواني علي. يبقى الاله خالق السماوات والارض اتقال عنه خروف. ليه? ليه? لانه لانه قدم نفسه ضحي. ده ده قدم نفسه تضحي عن البشر. حين? انه بحب البشر. ركز معايا لحظة. ده رب. اتقال. ما انا قلت. ما لحظة بس. انا هقول لك انا كده فهم صح ولا غضب. كيف فريق? اه اتقال عن رب الارباب عندكم خروف لانه بيحمل خطايا العالم. صح ولا انا غطان? نفسه ضحية طبعا طب حين. حلو. ضحايا العالم صح ولا انا غطان? ايه. طيب. ايه. ايه. اجاوبك عليها صاحبي. بلاهوته هو رب الارباب. بنسوته هو هو الذي زبح. طيب. طيب. في عندك في انتو دلوقتي قلنا انه هو اتقال عنه الخروف لانه بيحمل خطايا العالم. طيب اتقال. لانه زبح. طيب اتقال عن اتباعه. عن الاتباع يعني. ايضا خراف مع انه مش بيحملوا خطايا العالم. في يحنى واحد وعشرين خمستاشر. مكتوب قال له ايه رعى خرافي. خرافي ده اللي هم مين? ده هم تلاميزه. اللي هم يرمز الكنيسة. انا هو الراعي الصالح قال. طيب خراف يسوع. عنده خراف. هم اطلق عليهم انه هم خراف ولم يحملوا خطايا العالم. يعني عليك. لكن لم يقول النص انهم انهم هم رب الارباب. ده فيه فرق كبير. جيب لي وين مكتوب انه قال بهذا النص رب الارباب. لا ما قالش. لا لا لا. ما انا مش. ايه ما مش هقول. مش هقول ما لم يقول. مش هقول شيء. مش موجود. الامانة الامانة في النقل اهم من الحوار نفسه. انا مش هقول شيء مش موجود. طبع. بس انا سألتك. اسمعني لحظة طيب. خليني بس اكمل الكلام. اه انا سألتك في الاول قلتلك لماذا قيل عن الاله رب الارباب عندكم خروف. قلتلي عشان بيحمل الخطايا العالم. طب عندي. مش بكتل قلتلك انه هو بلهوته رب الارباب. وبالناسوط. يا لون اسمعني يا لون. يا لون اسمعني. ما بدك تجاوبك? ما انت بتقطعني في الكلام مش بلح اقول الكلام بتقوم. بتكبسني. ما تكبسنيش يا لون. ملاش تكبسني. ادرجنا مخلص الجملة بتاعتي بس. مش موطة مش موطة زي عمر الباحس. ايه? 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 لا لا انا مش ابو عمر. محمد نصيف معروف. محمد نصيف المحاور معروف غير ممكن الصوت قريب شوي. خلاص? يا بس صوتك زي صوته. اه هو صوتنا قريب من بعض فعلا. كزا واحد قال لي الكلام ده. على كله. اه اه النص انت لما سألتك وقلتلك ليه هو اتقال عنه الخروف? قلتلي لانه بيحمل خطايا العالم. فانا بقولك طبعا انت عندك ايضا في يوحنى واحد وعشرين خمستاشر. يسوع بيقول ارعى خرافي. خرافي. في عندك حاجة تاني. اسمعني طبعا ما خلص اجابته السؤال بس طرح السؤال. في عندك حاجة تاني. في نص بيقول خرافي تسمع صوتي وهي تعرفني فتتبعني. عارف النص ده? ايوة. حلو. وانا اعرفها وقال. ايوة وانا اعرفها فتتبعني. يعني عليه. الخراف دول اللي هم مين? ده المؤمنين الكنيسة. حلو. يبقى الخرافي تتبع تسمع صوتي وانا اعرفها. فتتبعني اللي هم كل المؤمنين خرافه. صح? طبعا. طيب. اتقال على كل المؤمنين بيسوع انهم خراف. واتقال على يسوع خراف خروف. فما الفرق اذا? الفرق عظيم انه ميز. ما عم بقولك. كون مكتوب انه رب الارباب. غادش مكتوب انه واحد واحد انه هو رب الارباب. هم. وبعدين هم ليم يصبحوا. هو اللي فقط ذبح. هو اللي فقط قدم نفسه ذبيحة عن العالم كله. ده فيه فرق شاسع وكبير جدا. المقولة. في مقولة عندنا. اسكلمت كزا واحد. لقيتو بيقول لي ان الكنيسة. ايه لعلوماتك بس آسف على تقطيعك. الخروف ده له رمزين. الرمز الاول انه هو بتوه. ما بيقل في الطريق عشان هيك له راعي. فالرمز الاول للتلاميذ للكنيسة. اوكي? اللي هن ايش? اللي هن اه 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 انه 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 المؤمنين بدون الرد. اوكي? بتوهوا زي كيف الخرفان بدون الراحة تبعهم. بتوهوا مضبوط ولا لا. اه. ونفس الوقت بقلوا رمز تاني الخروف انه يتقدم تضحي. لو ان. لو ان انت قلت كلام ولا انت ولا اتباعك هتوافقوا عليه حالا. لا كلانا حنوافق. طب انا هقول لك انت قلت ايه الان? انت قلت لي ان الخروف اطلقت على الكنيسة لانها بدون الرب بتصير كالخرفان. طب ده كده انت بتسيء. نا مش. نا 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 نا. انت قلت كده. اسأل اللي وراك حتلاقي بتقولت كده. اسمعني اسمعني. اه? نا نا اسمعني. مو كالخرفان. هلأ الخروف ليش الوراعي? لما الخروف تتركه في مكان. بضيع. اه. بضيع. سواني. صح. الراعي الصالح يو عخراف. سواني. بتسمح لي اخي محمد عطيك دليل بس بسيط. على ايه? اوكي. على الكلام الحرفي. الرب يسوع. في في الانجيل يوحنى. تاري شو قال? ايه? ان لم تأكلوا جسدي ولم تشربوا دمي. اوكي? لا تستطعون يعني انه تدخلوا ملكوت. ايه اللي دخل موضوع اكل دم من الرب وشرب لحمه? رح اقول لك انت انه على الشيء الحرفي. انه الشيء الحرفي. فهون هن شو قالوا? قالوا من يقدر ان يأكل جسده ومن يقدر ان يشرب دمه. فهن اخذوه حرفي. شو هنا رب يسوع. الكلام الذي اكلمكم به. فانا بقول لك فيه عندنا في مصر بنسمي ال بيقوله على الكنيسة اللي هي راعية الخراف وحظرة خراف يسوع. صح الكلام ده? ايه. طيب. يعني الكلام ده صحيح? انتوا عندكم كمان في كناسكم بتقولوا ان هي حظرة خراف يسوع? طبعا احنا 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 الخراف اللي بدون الرب نضل نضيع نحن في هذا العالم. ما الا خلاص. ما الا في ما ما الا اي شيء. ام. تمام. تمام. اظن انا تسميت وتقال عليكم قطيع بحس ان يسوع القائد بتاعكم. انتم قطيع يسوع صح? ايه. ام. لو في حد من اللي وراك عايز يقول حاجة يلون اترك له الفرصة ما تبقاش اناني. اه? خليهم يبشروا كلمة الرب. ما تبقاش بس انت اللي ايه? ماسك المايك كده وقاعد احمال بتتكلم بسرعة. حلاق بالعكس حبيبي سديني انا سعيد فيك جدا. لو عايزين حد يتكلم وراك شيء يديني اي فايدة خليه يكلم. ايه طبعا انا اجوبتي شافي وازا بتلاحز انه انا ما عم برد عليك الامزيل عم بيرد عليك عم بقولك امزيل يوحنى وشعياء. نعم. مو انا بحكمة البشري. حسنت. اه. افتح لي كده متة. تسعتاشر اتناشر. متة تسعتاشر. اه. كان فيه امر كده كنت عايز استفسر عنه. امر من اوامر يسوع. اه. اه. اه تفضل. بيقول لانه يوجد خصيان. ولدوا هكذا من بطون امهاتهم. ويوجد خصيان خاصهم الناس. ويوجد خصيان خاصهم انفسهم من اجل ملكوت السماوات. من استطاع ان يقبل فليقبل. ويسوع بيؤمركم بالاختصاء? نو. ما في اي امر. هون ما في امر. ما ليه? ما هو? ومن استطاع ان يقبل فليقبل. ايه. من استطاع? اذا انت بدك يعني شو يعني خصيان تعال فهمك شيء واحد. ايو ما انت فهم. معنا عشان كي انا بس. بدي اشرع لك الناس انت طرفته. انا اشرع لك يا بكل سهولي. لانه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون امهاتهم. في خصيان ولدوا هيك. من بطون امهاتهم. ويوجد خصيان خصوهم الناس. يعني خصوهم الناس. يعني في زمان عبيد كانوا يشتغلوا عن ساداتهم ايه? معلش يوجد خصيان ايه? خصوا انفسهم. يعني خصوا انفسهم لم يتزوجوا. متى بمعنى ان راحوا خصوا انفسهم. لم يتزوجوا لم ينجبوا اطفال. هني باردتهم زي ما فولس الرسول بيقول. انا ليه موهب هيك. انا ما اتزوجش. انا عيشت الحياة بدون بدون سواجش. يعني طب سوان يعني اللي أنا فهمتو عن اللي هن اللي هما الرهبان والراهبات. نو ما خص الرهبان. مو خص الرهبان. ده هلأ انا ممكن انا اكون مبشر في اسم المسيح يسوع. ايه? فولوس ما كان راهب. ده فولوس كان رسوله وما كان متزوج. يعني انت انت ممكن تكون مبشر ومخصيب امر يا سور. ثقاب اوصان ا skillن رحها بشر ما اصي الراهب. خصيان هنا يعني ايه? ما خصيان يعني هدول اللي بيخصوا نفسي انه انه ما عندين عائلة ما بيجيبوا اطفال. يعني بيترهبنوا? ده مش شرط دي بيترهبنوا. ايه رأيك? تبتلوا. ايه. بيتبتلوا? ايوة. بيتبتلوا? نو نو مو شرط مو شرط. هلأ هو حر الانسان عم بقوله من يريد ان يقبل فليقبل. اذا انت بدك تعيش ايه لحياتك كلها مخصص لملكوت السماء. يعني الخصيان الغير متجوزين. يوجد غير متجوزين خاصوا انفسهم لاجل ملكوت السماء. ايه. من استطاع ان يقبل فليق. اه. انفسهم مو الرب خصاهم. انفسهم. اه. يعني مو روحوا خاصوا عملوا عملية او ايش او ايش. رغة لله فكر. ام. فهمشون? انا عندي. وحتى لو اتزوجوا ما بيخطئوا. عندنا. عندنا الانبة شنودة وآآ وتوضرس مما يتجوزوش. دول كده مخصيين? نو اني حريني زماني. ما متجوزون هنا يا خرصيين. ما مش هو خاصنا انا بالبابة شنودة. انا باتكلم. انا بس اعايز اضرب مثال على حد حي يفهم به الفكرة. ايه. اسألني عبولوس طيب. اسألني عبولوس. طب بولوس ما تجوزش. بولوس كده مخصي? ايه. خاصة نفسه. يعني مخصي مش انه مخصي. خاصة الكتاب. يعني خاصة نفسه بحسب الكتاب صح? خاصة نفسه مش بمعنى انه راح عمل عملية او خاصة ده انا خاصة نفسه خاصة. ايو الكتاب لا لا الكتاب. بمعنى الكتاب. يعني ما راحش تزوج وابان عيلة. ده هذا هو المقصود. يعني مخصي? يعني ما انت ده تعمل لي حرفة. لا انا عايز بحسب الكتاب. الكتاب بيقول مخصي. بيش حرف ما الرب عم بقولك الرب يسوع. بكلام بولوس. صح? ايه. ايه. كلام بولوس صح. هو كلام. كلام بولوس. كلام الله. كلام الله مية بالمية. يعني كلام بولوس وحي من الله. بكلام الله. وحي من الله. بس. مم. يعني اه كلام لما بولوس يتكلم هذا انتو عندكم بيبقى ده وحي الله. صح? طبعا وحي الله طبعا. طيب بولوس لما كان بيقول قد صرته غبيا وانا افتخر. ده كان وحي الله? لحظة ما جيب لك المس. طبعا. اي 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 بشرح اكيا ما في اي مشكلة. ده انا شرحت كتير بشرح للمليون كل للمليون واحد. حال. انت كنت بتقول ان كلام بولوس هو كلام الله. رسالة بولوس لاهل كرونس اتناشر حداشر. لما قال قد صرته غبيا وانا افتخر. ده كلام الله? طبعا ده ده وين ده وين مكتوب? رسالة بولوس التانية لكرونسوس. كرونسوس التانية اتناشر حداشر. اتناشر. اتناشر قمش? حداشر. اتناشر حداشر. قد صرت غبيا وانا افتخر. انتم ألزنتموني. لأنه هو عم بيقولين أنتو ألزنتموني. لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم. ليش لأنه كان فيه آآ آآ كان فيه أعداء لبولوس ويتهجمون على رسوليته. مش ساهمني. هون عم بيدافع عن نفسه. أنتو أنتو اللي ألزمتوني أني أنا أقول عن نفسي هذا الكلام. إذن لم أنقص. إنت قلت لي أن كل كلام بولوس هذا كلام الرب. طيب يعني كبير رب عندكم هو اللي كان بيقول قد صرته غبيا وأنا أفتخر. ولا بولوس. ده طبعا ده هو وحي إلهي. مين اللي قال قد صرته غبيا وأنا أفتخر. طبعا. طبعا. طبعا مين? مين هو? ايوة. ايوة ايه? مين القائل? آآ الوحي الإلهي. حلو. بولوس الرسول موصوق من الروح القدس. طيب في عندك رسالة بولوس ارض ايضا. رسالة تانية لأهل كرونسوس. كرونسوس التانية حداشر واحد. لما قال. اه كرونسوس التانية حداشر واحد. لما قال ليتكم تحتملون غباوتي قليلا. من القائل؟ الرب أم بولوس؟ ده بولوس بموصوق من الروح القدس. يعني كده كلام بولوس مشكلة. عدد ستة عشر اقرأ بس عدد ستة عشر. عدد ستة عشر بنفس حداش اقرأ عدد ستة عشر. حاضر. ما هو يبقى انت بالمعنى بتاع كلامك كده. كيف الانجيل الناري. كيف الانجيل الناري? ناري ايه مش فاهم. ايه شوف ستة عشر كيف بده يجاوبك. اه تحاضر بس انا انت مش فاهم انا سألت سؤال في الاول خالص. ايه 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 انت شوفوا اللي هاي هتتعرف انه ايش. انه هون في مجور على بولوس دي. جميل جميل جميل. جميل جميل. غباوتي قليلا اقرأ عدد ستة عشر بكل بساطة. بيقول ايضا لا يظن. لا يظن احد اني غبي. وإلا فاقبلونه. ايه هون ما حداش الظن اني انا غبي. لا احد فيكم يظن اني انا غبي. بس ازا بتكن تقبلوني كغبي ايه اقبلوني كغبي. مش مهم. ام. طي. انا انا بس لاحظين. دلوقتي انا لما سألتك في الاول خالص وقلت لك هل كلام بولوس بالكلام وحي من الله? انت قلت له نعم طبعا. هو من كلام الله. ايه كلمة لون. لون. تقولش تقطعني عندي بس الاسئلة. اسمعني بس. اسمعني عشان تعرف تفهمني. صد. لما انا قلت لك الاول خالص كلام بولوس كله كلام الله. قلت لي ايوة كلام الله. هذا كلام الله. فلما بقول لك دلوقتي في كورنسوس كورنسوس التانية. حضاشر واحد. لما قال ليتكن تحتملون غباوتي قليلا. قلت لي ده كلام بولوس مش كلام الله. صبعا. ده كلام ده موسوك بالروح القدس. يعني ده كلام بولوس ولا كلام الرب عندك? ده كلام الرب موسوك بالروح القدس. يعني مين? يعني. لم تأتي هذه النبوة بمشيئة انسان. يعني مين 뭐 بل تكلم اناس الله القديسيون موسوكين بالروح القدس. يعني مين اللي قال لأيتكم تحتملون غباوتي כليلا. يا عزيزي الروح القدس هو اللي عم بيوขي ل polyus و polyus عم بيدافع عن حدمته في اللحظة. ما عم بقول لك لا تاخد. يا استاذ لاون انت مصمم ليه? ان انا بسأل كهجوما انا بسأل استفسارا. من? جاوبني. مين? بس رد عليها بس. مين اللي قال ليتكم تحتملون غبوتي? الرب عندك? ام بولوس? حلو. بولوس موصوق من الروح القدس. يعني مين برضو? بولوس? ام الرب? موصوق من الروح القدس. ده يعني مش بمشيئة بولوس. ده الروح القدس. وبولوس هون عم يكتب اوكي? بالروح القدس دفاعا عن خدمته. تمام. تمام. يعني القائل اللي 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 تكم تحتملون غبوتي الاتنين. بولوس مع الروح القدس. لانه هون عزيزي بتقرأ الاصحاح بالكامل. تفهم انه كان. اه هل كده كلام بولوس بس هو اللي مساق بالروح القدس? ام كل الكتاب المقدس بانبياؤه كله? كل الكلام هو موصوق بالروح القدس. او او او. وحتى اللي في اشعية? حتى اه حتى هشع? كل شي هو هشع. مين بدأ? طيب هشع واحد اتنين. لما قال اول ما كلم الرب هشع. قال الرب لهشع. اذا بخز لنفسك امرأة زينة واولاد زينة. كان الرب اللي قال كده? ايه طبعا قال للرب هو اللي قال كده. بدك بدك اقول لك شو امرأة زينة? هي معنا زينة روحي. ايه يعبدون او سان تلكوا الرب عبادة الرب. ورحوا عبد الان. انت دلوقتي خلي فسرت تفسير ان خذ لنفسك امرأة زينة. يعني خذ لك امرأة وسنية. صح? يعيني عليه. يعني الرب عندكم بيؤمر هشع. ايه. رؤية يحنى. رؤية يحنى. طب استنى اسمعني يا الله. اسمعني يا لول. لول. ده مرأة زينية ترمز الى. طيب. يعني انا دلوقتي فهمت منك ان ازا بخصد نفسك امرأة زينة. يعني اه اتجوز واحدة وثنية. وخلف عيال مشركين. صح? يعني كده الرب عندك. سواني لحظة. اسمع لحظة. اسمع لحظة. يعني كده الرب عندك بيقول لهشع. اول ما كلمه قال له اتجوز واحدة كافرة مشركة وخلف عيال وثنيين كفار. صح? نو ما قال له خليهن اولاد كفار. ما هو النص بيقول لي اهو. واولاد زينة. ما بيقول له. ده الزينة انا قلتلك انو كان زينة روحي. يعني اولاد زينة روحي. ترجع الى سريعة الرب. حتى ترجع الى عبادة الرب ويترك وتتعلم تترك الزينة الروحي اللي عم بيصير في العالم. انا عندي كتاب بيحكمني. خذ لنفسك امرأة زينة واولاد زينة. يعني امرأة كافرة واولاد كفار. امرأة كافرة. خير متخذ لنفسك امرأة كافرة. ما بتعرفي. ماشي. واولاد كفار. الاولاد كمان. حتى تعلمها الشريعة. والاولاد يبقوا كفار برضو. يؤمروا. ما يبقوا كفار. حتى يعلمين الشريعة. استناهم. لكن ما كان فيه احد. مم. ده عنده رحمة كتير. ده الاله. ده الاله. طبعا. بس. طب. طب انا اريد في الكتاب في العهد القديم التفنية لقيته بيقول على نفسه نار اكلة. صح? طبعا. يعني الاله. ده الهنا نار اكلة. طبعا الهنا نار اكلة. الاله نار اكلة بحسب. طبعا. هو 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 قوة غير عادية الهنا. الهنا عبدين. نار اكلة. طبعا ما ما بشي بيوقف قدامه. اه. هي النار بتخلي شيء قدامها. لا. مزامير 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 مية وخمسين مزمور. افتح للمزامير طمانتشر ستة. طمانتعشر ستة. طمانتعشر. اوكي. طمانتعشر. طمانتعشر ستة. بيقول في ضيقي دعوت الرب والى اله صرخته. فسمع من هيكله. وين وين? مزامير طمانتعشر عدد ستة. في ضيقي دعوت الرب والى اله صرخته. فارتجت الارض وارتعشت. السس الجبال ارتعدت وارتجت لانه غضب. صاعد دخان من انفه ونار من فمه اكلت. يعني ايه? صاعدت دخان من انف الرب حسب الكتاب المقدس. ونار من انف من فمه طلعت. يعني ايه? اوكي. ده النار لحظة اراح اقولك. ده دخان ده دخان ده رمي انه 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 كيف عندما اوكي البركان عندما ينفجر ويخرج دخان منه. اوكي? اوكي. هون عندما يصلي داود اوكي? وكان في ضيت. فهون ده ده رمز بالايمان. الرب ايه? الرب بالايمان عم بشوف انه الرب ده بالايمان ده وحي الهي. اه? ده 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 اا اه 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 مجيء الرب ده. بيشوف انف وبتطلع دخان? نو نو ده معنى روحي. ده الانف تطلع دخان ده معنى روحي أنا قلتلك وجبتلك دليل. ايوهة ايه المعنى صعد دخان من انفه? ايه? يعني الدخان يسعد من أنفه ما عم بقولك يعني كي في البركان عندما يخرج منه الله ينفجر يطلع من الدخان أوكي؟ ده رمز ده غضب يعني الراب أوكي ابنه حتاج أوكي؟ ده ابنه محتاج إذا ابنك يحتاج بضيق رح تدمر الدنيا طبعاً إذا إذا ابنك في ضيق أوكي رح تدمر الدنيا رح تقول أنا ضجت أنا عصابي صعدة وين عصابك؟ أنت كيف شفت عصابك صعدة؟ ما شفت هنك يعني إيه الرمز إن الرب عندكم طلع دخام من مناخيره لدعوة دا من هيبته من قوته من عظمته نار هاكلة ده كلها رموز ده قلت لك أنا رموز إيه بقى طب أنا بص ركز في الكلمة الصغيرة اللي حسألها صعدة دخان من أنفه إيه معنى أنف الرب عندكم؟ ما أنا عم بقولك أنا عم بجاوبك عزيزي إيه بقى الأنف؟ إيه ده معنى ده أقولك أنا الرموز ده يرمز إلى القوة إلى مجد فينكيف إلى عظمة الأنف القوة؟ ده معنى روحي ده معنى روحي قلت لك جاي في الدركة أنت زي يهود ده دول اللي كانوا عميان يأخذوا إيش حرفي إيه حرفي مو أنا ونا طيب إيه ما يأخذ الحرف حلق بالقرآن 42 الله عم بصده حرفي أنا بسألك في تفسير الكتاب تقولي القرآن وهل أنا قلت لك أنفه يعني أنف البشر أم سألتك ما معنى أنفه؟ حلو ده أنا هذا جوابي زي جوابك كيف؟ ما أنا بسألك ما معنى أنفه بس إيه ما أنا عم بقولك قل لي مش أنف بسألك أنا أكشف فيه بجواب يكون زي جوابك طيب طيب ونار من فمه أكلت يعني إيه نار خرجت من فمه نار خارج من فمه نار خارج من فمه يعني أنه يحارب بكلمته لأنه كلمته عنده سلطان فيها لأنه النار ترمز إلى سلطانه عنده سلطانه تمام سفر أيوب صحاحة اتنين عدد ثلاثة أوكي الأول أيها أنا بس بعد هذا السفر أيوب أنا عندي كمان طيب تفضل بلاش سفر أيوب وتفضل له عندك ماشي شكرا لك شورة الإسراء عندي سؤال في سورة الإسراء فضل أوكي بس أول شيء هو هو مين اللي بيعمل الفسق آه يبقى أنت عايز الآية اللي فيها آه اللي هي ففسقوا فيها ما فيش مشكلة إسمعي أوكي اللي بيعمل الفسق أرادنا أنه لك قرية وإذا أرادنا أنه لك قرية أمرنا مترا فيها ففسقوا فيها أي حفحق عليها فدمرنا تدمير أوكي بيقول إذا هو جد عباله لك قرية أمرنا مترا فيها اللي هنا الرؤساء اللي فيها بيعمل الفسق فحق عليها دمرناها تدميرا نفتح تفسير الآية فيه ففسقوا فيها تفسير الإمام الطبري بيقول وإذا أرادنا أنه لك قرية أمرنا مترا فيها ففسقوا فيها لحظة آية قال الإمام الطبري في تفسير الآية إذا أمرنا قرية أمرنا مترا فيها ففسقوا فيها قال الأغلب من تأويل هذه الآية أي أمرنا مترا فيها بالطاعة ففسقوا فيها بمعصيتهم الله وخلافهم أمره زي كده ما تقول لابنك يا ابننا أمرتك وانت عصطني مش معنى أن أنا أمرتك أمرتك بالعصيان لا أنا أمرتك بخير فعصطني في هذا الخير بدليل إيه دليل باقي الآية فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فلو كان الله أمرهم بالفسق أصلا لما دمرهم تدميرا يعني أنا دلوقتي لو عايز أؤمن بالمسيحية لازم أؤمن بأن الإله عمل الفتاء على عوض الصريب هو مش بس أنت وكل إنسان يجب أن يؤمن حتى المسيحي بالإسم لازم يؤمن في هذا يؤمن بإيه يؤمن بالعمل الذي يعمل على عوض الصليب من أجل أنه نحن البشر اللي هو الفتاء على عوض الصليب صح الفداء على عوض الصليب آه إيه إيه بقى الفتاء على عوض الصليب مش فاهم الفداء الفداء مش الرب تمم الفداء على عوض الصليب من أجل من أجل إنه يصالحنا مع نفسه لأنه آدم الأول أخطأ وعصى على الله أيوة الفتاء بقى هو عن إيه أيوة وعصى إيش الفتاء عن ايه ايه هو الشيء اللي حيفتيك فيه ايه طبعا الفداع والاشي انا انسان خاطئ وانت انسان خاطئ وكل انسان فينا خاطئ وآدم عندما اكل من شجرة معرفة الخير والشر عصى الله وقال له الله يوم تأكم هذه الشجرة موتا تموت ففقد الخلود الأبدي فيسوع المسيح الذي مات من اجلنا على عوض الصليب اعاد لنا هذا الخلود الأبدي وده بتسموه فتاء مش فتاء فتاء اهه طبعا اهه عملية كفارية اهه طيب انت دلوقتي بتقول ان الرب لما قال للآدم قال له موتا تموت هل مات آدم ام لا اه اه موتا تموت موتا هل لا ادم مات موتا جسديا ام موتا روحيا انفصل علاقته عن الله اه يعني مات يعني الرب قالها تموت ومات آدم صح مات موتا روحيا فهو فصل علاقته مع الله فخرج بريد جنة عدم تمت يعني هو عشان خرق بطبيعة فاسدة عشان خرق ويجب احد ان يصلح هذه الطبيعة الفاسدة من سيصلح هذه الطبيعة الفاسدة لا نبي ولا ملاك بينفع لان النبي هو وارس هذه الطبيعة الفاسدة وهو محدود والملاك ايضا واسكان بلا خطيئة وهو محدود فمن يستطيعين الله الغير محدود يعمل ايه يعمل هذا الشيء انه ياخد طبيعة بشرية لانه هو قادر على كل شيء اه وهو ليس بيغضر على اشي واشي ما بيغضر ايوه هيعمل ايه بقى الاله ياخد طبيعة بشرية وبعد كده هيعمل ايه طبعا حياتي ويسمم العمل على عود الصليب يعني ويضحق ابليس اللي سرع السلطان من ادم زي ما وعد يموت يعني يموت يعني على عود الصليب نعم بالضبط اه ايه فلما الاله بقى يموت على عود الصليب كده يتغفر خطيئة خطيئتنا ولا ايه اه لا اشرة الخطيئة في الكتاب المقدس تعرف شون ايه الموت انا عم بسألك انت بتعلم وتدارس ومباحث لا 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 لاا ولا درس ولا باحث انا بسألك انت ذه د Ers انا بسألك انت بتعرف شو الاشرز الخطيئة في الكتاب المقدس ايه أشرت الخطيئة الموت اه شتر الخطيئة هي الموت وازا بتقرى صفر اللاويين اه وكي كل ياتي اه هاي الرب يشوف صفر اللاويين فى العهد القديم هوا اكتر صفر القدس عن الله اه فهذا الصفر الرب يعلم الشعب كيف يكونوا قديسين وكيف يقدموا ذبائح بلا عيد. طيب يعني دلوقتي عشان دلوقتي فيه ادم انا هقول لك كده انا فهمت اللي انا فهمته كده ان انا على قدي وبسألك الدفتينك يعني يصبح مكان ادم وينزل على الارض على صورة انسان وبعد كده يتصلب ويموت مكان ادم صح كده? هو مش بس علشان اه ادم هلأ ادم انت بتعتقد انه عشان فقط الخطيئة? عشان كلنا. عشان البشرية. مش بس عشان كلنا بس انت يا ناسي شيء مهم. هلأ انت بتعتقد انه فقط بس عشان الخطيئة? اما الايه? ايه. فلازم انت تسأل عشان تعرف بو الظبط لك. انا بسأل اه ايه? ايه? اعين عليك فرح انا اقول لك ليش. هلأ ادم ماذا فقد? فقط ايه? طبيعته ده ده فزدت ده خلاص يعني خلاص الرب اوكي سامحوا لكن الله عنده عدالة. تورعت عدالته. صار فيه الانسان لازم فيه اشي يتصلح. هلأ ادم فقد شو? جميل. فقد ايه? فقد ايه? فقد ايه? فقد ايه? 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 تب تؤمن ان الرب رحيم صح? طبعا نفكرش محبة وعادل بذات الوقت. حلوة اوي 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 رحيم. ايه طبعا كثير رحيم صدقني. طب لماذا لم يرحموا مباشرة ويغفر له وخلصت? ليه ينزل وموت? اه وين عدالة الله? حلو عدالة الله. وزي زي بالقرآن قال بعض الكلمات ومحداش يعرف شواء الكلمات. طيب احنا ايه دخلنا في القرآن دلو? انا بسألك سؤال. وبعدين. طب اصبر لحظة. لحظة. انت دل وقت. يعني. يا رجل اسمع يا ربي. ما بتحب تسمع. دلوقتي انت بتقول كلام. هذا طبعا لعدم مصداقيتك في العلم. بدليل ان انا نسبتك الفرصة ان انت تجاوب عن دينك. بس ألك. انت بتقول لي. الفتا لقى ادم من كلمات. وما حد يعرف شوها الكلمات. لا حبيبي يعرف. قال الله عز وجل. يا راجل اسمعني. يا ربي. لما بتسألوا في الاسلام ما بتدوش الناس فرصة ان هي ترد ليكم. عمل. سؤال 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 سؤال. اسمع الاجابة. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. ايه هي? قال الله سبحانه. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي دي الكلمات. انت بتقول ما حد بيعرف شو هاي الكلام. انت اللي ما بتعرفش. يا رجل اسمعني. في اول يا لون ما بدأنا الحوار سيبك تتكلم خالص. وقل لك ايه? قول. كمل. جاوب. انما مش عايز تسمع اصلا. مش عايز تسمعني. دي مشكلتكم. لذلك انا بريح دماغي خالص. ما بسألش ولا بفتح حوار اسلامي. ليه? لانكم لا تسمعون ولا تريدوا ان تسمعون. عايزين. اطعوط اطعوط اطعوط. ما انا سيبك يا رجل لما سألتك سؤال تركتك خالص تجاوب. انت يعني بدك تطلقني اني انا ما اللي عم بسمعات. اسمع بس لحظة. اما انت دلوقتي بتقول لي انت بتقول لي دلوقتي ايه? بتقول لي وما شو حد بيعرف هاي الكلمات. لا انت غلطان انت مش دارس ما عندكش علم. بدليل. انا ما انت علم قلت لك اعطيني الايين. ممكن تسمعني? ممكن تسمعني? بدليل ان ربنا بيقول في القرآن فتلقى ادم من ربه كلمات فتبع. ايه هي الكلمات? قال الله عز وجل قال يا ربنا وظلمنا انفسنا. اه. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونان من الخاسرين. افتح اي كتاب تفسير ستجد الاي. لكن انت ما عندكش علم. وتعلمت غلط في الكنيسة وجايت تهاجم وخلاص ومش عايز تسمع. نو هاجم امين انا من قالك كما انا بدي. خلاص مش عجبك الاجابة خلاص اسكت انا. ايه ده? اوكي ده سببك سؤال. اريد اسألك. قبل ما تسألني سؤال خلنا اجاوب اجابة السؤال ده. مش عجبك اجابة السؤال وشايف انها مش اجابة مقنعة. انت حر. انا. طب ما انا اختلفناش. انا بدي اقتنع. القيد اللي انت حطه قيد باطل لا يلزمني بشيء. ولا اؤمن به. كلام فاضي. استنى لاحظة لاحظة. ممكن تجيب لي. طب لاحظة. من قال ذلك من من اهل العلم. رد على سؤالي. من وضع هذه القاعدة من اهل العلم سواء من مسيحية او الاستاذ. انا عم بقول لك جيب لي حوار في الكتاب المقدس اوكي. في رد في صفحة انا. اما القاعدة اللي انت حطتها او القواعد اللي انت بتحطها قواعد لا اصل لها ولا لم يقول لها لا حد من علماء النصارى ولا حد من علماء المسلمين. انما ده ايه? ده اختر عاية انتو بتخترعه بتتعنت. والله انتو احرار. حتى لو حتى لو لم تعبدوا اله اصلا. انتو احرار انا مالي. المهم انا علي الجواب. النقطة التانية انت بتقول هتلي نص في الشهادة او او المسألة او القصة تتجاب من مكان تاني. اقول لك من عناية. افتح لي انجيليو حنى صح خمسة عدد واحد وتلاتين. بيقول ايه? بيقول ان شهادة ياسوع بطلة. فين? بيقول ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حق. هذه شهادة باطلة. في موضع تاني بيقول ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي الحق. ممكن تطلع لي من نفس الاجابة من نفس الصفحة. اجابة على النصين المتناقضين دول. فضل. اوكي. هلأ انت بتعتقد انه هذا تناقض? انا مش عايز اتكلم. انا عايزك تجاوب وهسكتنا. زي ما عشان انا عايزك لما اتكلم انا تسكت انت. مش تقعد تقطع تقطع تقطع. اه. السؤالي تاني. هقوله تاني. ياسوع بيقول في انجيليو حنى اصحاح خمسة عدد واحد وتلاتين ان شهادته بطلة. فين? وده اله ازاي مش عارف. ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حق. بينما يقول. اوكي. في انجيل اخر في انجيليو حنى. ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق. ممكن تطلع لي اجابة على هذا التناقض. اوكي. من نفس الصفحة. فضل. اوال التاني. التاني في انجيل يوحنى اصحاح تمانية عدد تلات عشر واربعتاشر. تلات عشر واربعتاشر. نعم. اوكي. تلاتي فين? امانك امانك. طي? احجابك. تلاتي فين? امانك امانك. طي? احجابك. تلاتي منتظر. منتظر. احجابك. ليست حق. زيش هادا بطلة. حبيبي 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 راح جاوبك. سمعت جوابي انت بعدك ما سانا جوابك. انا بقى بعيد عليك السؤال على ما تجيب الجواب. لا 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 راح عادي عادي. راح جاوبك حبيبي. منتظر. اوكي. اوكي. هلا في كل بساطة عزيزي. اوكي. شي بيقولنا هون في عدد واحدة تلاتين. ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حق. الدي يشهد ليه هو اخر. حلو? حلو. هو المقصد الرب. اوكي. لانه بيعرف عندما يتكلم لليهود. لانه مكتوب في نموسهم. اوكي. لا تقومش يعني شهادة. استنى. لا 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 لحظة. لحظة. انت بتقول لي مكتوب في نموسهم. لا جيب لي من صفحة تانية. جاوبني من نفس الصفحة. هاتلي من نفس الصفحة. فضل. احافظ النموس. اسمعني. هو حافظ النموس. فهو هون عم بيقول. اوكي. انه كيف هن ببشاهد. عندهم الرب معطيهم الناموس. انه لا تقوم الا فمش شاهدين او ثلاثة. فين ده في نفس الصفحة? فين في نفس الصفحة. اسمعني. هذا هو حافظ النموس. اسمعني لحظة. اسمعني. اسمعني. بص بقى يا عرفتي ليه لا. يا لون. انت حاطت مقياس باطل. بقول انت حاط. عزيزي. ممكن تسمعني? ممكن تسمعني? ممكن تسمعني? ممكن تسمعني? انت شبتلي حوار اتنقشني فيه. ممكن تسمعني? ادني دقيقة بدون مقاطعة. دقيقة واحدة. اه. ايه. انت لما جيت سألت سؤال في الاسلام. وردت عليك من اية من صورة تانية. قلت لي لا اه. انا عايز من نفس الصفحة. وانا عايز جوابك. يا رجل اديني فرصة تكلم. ما تعدش تقطعني. فضلك. ايام. 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 بقى انا دلوقتي عايزك تجيب لي. انت دلوقتي بتقول مكتوب في ناموسكو. ده فين ده? في نفس الصفحة لا اه. انت حطط لي مقياسه. المقياس ده باطل. ما قال به. ولا النصارى. ولا المسلمين. انت جايبوا من نفسك. طب اديني جواب على سؤالي من نفس الصفحة. يسوع بيقول شهدته بطلة. شهدته ليست حق. بتقول لي الان مكتوب في ناموسكو. انا باليوم للناموس. يا رجل مش عارف اخد فرصة تكلم. اعطيني دقيقة عشان تسمعني وتعرف ان القاعدة اللي انت حاططها قاعدة بطلة. لا حبيبي انت قاعدة مش صحيحة. سمعني راح اقول لك انت تريد تلف وانا قلت لك اعطيني حوار من النفس المكان. ويسوع عطاتك حوار. حاضر. طب هديك حوار. طب ايه رأيك? طب انا ايه رأيك? هديك حوار واضح جدا وفي نص واحد من غير ما اللي فيه اندور. ايه رأيك? وواضح جدا. ايه? اه? سواني لحظة. افتح لي انجيل. حاطط اصلا مقياس غلط. ومع ذلك انا هتجاوز. هتنزل معك اوكي? هتنزل معك. يعني عندك بالقرآن ده كتلاقيه. افتح لي. حبيبي انتي كان ده وضع في في الجنة اوكي المفروض انه كان. لا لا بالشرط. انت دلوقتي بتقول مفروض. جبت المفروض ده منين? بتعليفه مفاريض. انت دلوقتي عايز حوار من عناية اجيب لك حوار. افتح لي والحوار مين قائله? قائله متى في انجيله مقيد بالروح القدس. بيقول ايه? متى في انجيله مقيد بالروح القدس يقول اه? في متى اصحاح اتنين عدد تلاتة وعشرين. اصحاح اتنين? ايوة. متى اتنين عدد تلاتة وعشرين. اوكي. يقول. تلاتة وعشرين. واتى وسكن في مدينة. بيحكي قصة يسوعه. انت بتقول لي عايز قصة. من عناية قصة اهي. واتى وسكن في مدينة. يقال لها ناصرة. ليه? لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا. واحد. في ايه الانبياء ده? ممكن تقول لك كتب العهد القديم. ايه ده? يعني القصة بتحيل للعهد القديم? مش في نفس الصفحة? اه بتحيل. طيب انه سيدعى ناصريا. اتحقق عزيزي. حبيبي لا تجيب نبوة مع مع حوار. هو مش نبوة دي عبارة عن قصة. يا عزيزي. يا حبيبي نبوة عم تتم هون. هون انتي شوف هناك. طيب خلينا اتكلم. نبوة نبوة عم بتتم. خلينا اتكلم. نبوة دي اليست قصة? انت راجل حط يطمق. ياس بتقول لي لازم القصة تبقى في نفس الصفحة. والاجابة في نفس الصفحة. دي نبوة مش قصة. قصة. دي مسروط قصة. ليه مش مكتوبة هذه الكلمات اللي انت قلت لي عليها. يا رأي خلاص مش صحيح يبقى ما تأمنش بالكلام ده. ما تأمنش بيه. ريح دماغي كده وما تأمنش بيه. بس رد على سؤالي الان. اللي هي ايه? انه سيدعى ناصريا. اين في كتاب? اين اجد في نفس الصفحة? بيقول فين ناصريا دي يسوع فين بقى دعى ناصريا? بيقول لي ده في العهد القديم. طب فين في العهد القديم دعى ناصريا. تعرف? وكلمة ناصريا لان انه سيدعى انه سيدعى ناصريا. ايوه. تعرف تجيب هلي بالعهد القديم من كتاب الانبياء اللي يقول عليها. ها? اسمح لي اجاوبك. فضل. ارد عليك. فضل. اوكي. هلأ رح اجاوبك انا. هلأ ناصريا ما رح تلاقيها بكل الاهد القديم كلمة ناصريا. بس رح اقول لك انا. خليني اجاوبك. اوكي. هلأ كلمة ناصريا? معناها انه اهل الناصرة كانوا محتقرين. اي انه سوف يدعى محتقرا. ليش? رح اقول لك. اذا تفتح معي على انجيل يوحنا. بتعندك انجيل? اه. فضل. اوكي. افتح لي انجيل يوحنا. ماشي. اوكي. انجيل يوحنا واحد. ماشي. في البداية كان الكلمة. نو نو موهاي موهاي. اوكي. دعوة فليبوس ونثنايل. اوكي. بقول لك وفي الغد اراد يسوع ان يخرج الى الجليل. فوجد فليبوس فقال له اتبعني. وكان فليبوس من بيت صيدة من مدينة اندراوس وفتروس. فليبوس وجد نثنائيل وقال له. وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل اسمع. امن الناصرة يمكن ان يكون شيئا صالحا? لان بكل يهود للناصرة هني محتقرين. لاحظة لاحظة لاحظة. معلش عدل النص الى تاني. شوف انا بديك فرصة ازاي تتكلم. عدل النص الى تاني. بعد اذنك. من الاول كده. وجدنا الذي ايه. اه. وجدنا الذي ايه. كيف كمان مرة. هات النص ده من الاول لان فيه كلمة كده شدة انتباهي. بتقول وجدنا الذي ايه. اه. الذي ايش. كمل النص عندك انت. انت مش قدامك مش فاتح. اه اه. بس انا ما بدك يعيد لك. من اول وجدنا الذي مكتوبا. ها. اه. اوكي فوجد 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 فليبوس. فقال له اتبعني وكان فليبوس من بيت صيدة. من مدينة اندراوس وبوترس. فليبوس وجدنا اسمائيل وقال له. اه. وجدنا الذي كتب عنه موسى. اه. اوكي. اه. اه. في الناموس والانبياء. ايوا. اوكي يسوع ابن يوسف. واقف 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 واقف. يسوع ابن يوسف ايه دهوانتو الاله عندكو ابو يوسف لا حبيبي يوسف متبني في يوسف كان خطيب مريم يوسف يوسف متبني لو ما كان يوسف في الصورة ممكن تطلعلي من الانجيل في نفس القصة ان يوسف متبني يوسف النجار في القرآن وينه؟ احسنت ماشي احسنت مش موجود في القرآن انت عم تحكي مع انسان قارئ القرآن يا رجل ده كده انت حاجة حلوة جاوبني بس على سؤالي مش كلش يوسف ياريت ياريت انا هديك فرصة تتكلم والله انا ما بقى اطعاكش وانت بتجاوب لما اجاولك لحظة هستفسر في اللي انت بتقوله وبعد كده كمل مش الحوار خد وهات مش هات وهات حبيبي عشان خد وهات انا بجادلك انت كمان رد علي علي ما فيش مشكلة انت اصلا انت انا بقولك ولا انت ولا غيرك بيعطوا فرصة لاستماع فلذلك انا بريح دماغي اللي عايز يروح يحور اسلاماته روح يسأل اي شيخ انا مش دعوة انا عندي اسئلة انت جاي تجاوبنا اقولك تمام المهم الرب يباركك ويبارككها بمحبتك المهم دلوقتي يسوع ابن يوسف وجد ما الذي مكتوب بالتبني ممكن تطلع لي من نفس الصفحة ان يسوع ابن يوسف بالتبني فضل اطلع لك ان يوسف هو بالتبني من نفس الصفحة فضل من نفس الصفحة ايوة واطلع لك انه بالتبني ايوة لا مفيش ده كلام انه اطلع لك من يوسف انه بالتبني مش انت اللي كل شفاية بتقول انه عايزي الكلام من نفس الصفحة انا بكلمك لسه على القاعدة اللي انت حطتها انت بتدول على اي شي بديك اطلع لك لا لا شوف هاي الشطارة ما بتقدر تعملها علي فانا حديده هون كان في حوار اوكي بين ادم والله اوكي وقال له كلمات طيح دلوقتي رجعنا للمسألة نرجع لايه موضوع الخطيئة الاصلي انت دلوقتي بتقول ان يسوع اه ان الاله نزل في صورة انسان عشان يموت مكان خطايا البشر صح؟ حلوة اوه طب احنا الان دلوقتي كده لما الاله ده يموت اه كيف هيدبر الكون لو هو مش مجزئ اتي عندك الإله اجزاء ؟ ايه اوه لا انا عندي الآله واحد فقط هلوة اوي ، اللي كان على الصليب ده هو الاله الواحد ولا غيره أم ترقض فقط واحد هلوة اوي واللي كان بيدبر الكون برض اها من عالصليب كن ييدبر الكون لهوته طبعا ها واللي المات على الصليب مين؟ الجسد ام لللهوت حلو يعني انفصل منه اللاهوت وهو عصريب عاش انه ينفصل لم ينفصل ولم ينفركه ولا لحظة ولا طرف عين طيب يعني اللي كان عصريب هو الاله الظهر في الجسد صح يعاني عليك وهو فوق كمان في السماء وفي كل مكان لانه هو ليس لا يحده مكان ولا زمان يعني دلوقتي الرومان انا اضرب مثال انت شفت طبعا فيلم بتاع الام المسيح وشفت اكيد انت شفت الافلام دي دلوقتي انت انا باعملش بالافلام انا امن في الانجيل ماشي ماشي دلوقتي انا انا شفت مقاطع ان يسوع جايبين الرومان وقاعدين يضربوا فيه وبسقوا عليه كما في الانجيل ايه هو متنبأ اساسا اذا بتحب اطلع لك النبوي لا بس خلنيك معي دلوقتي لما بسقوا عليه كان اللاهوت جواه ولا خرج منه طبعا كل الوقت لم ينفصل عنه لا تلوح زورة طرف عين يعني كانوا بيبسقوا في واجه الاله خلق السماء والارض انه كان يبسق بوجه الانسان يسوع مش بوجه الاله انت روحك وكان الانسان بس ركز معي كان الانسان جواه متعد في الناسوت يعني اللاهوت اللاهوت بتاع الاله خلق السماء والارض كان جوا يسوع عندما بسقوا في وجهه حال بدك اجاوبك تقدر تعطيني اجاوب فضل اوكي هلأ اجيب لك مثال هلأ اذا انا اجيب حديدي واحميها بالنار تصير جمر نار مش سؤالي ده مش سؤالي ركز ده مش سؤالي لا لا انت هتضرب لها مثلة لو سؤالي موجود بقول لك الاله خلق السماء والارض هلأ اذا انا اجيب حديدي تمام واحميها بالقلب النار تمام واصاعدها الحديدي من النار تمام الحديدي شوكل رح تكون رح تكون حمرة جمرة تمام امسك الشاكوش تمام واضرب الحديدي تمام هلأ الحديدي رح تتمدد النار رح تتأثر طيب اجاوب دلوقتي ايه؟ دلوقتي انت بتقول حديدة ونار هل يسوع الاله الظاهر في الجسد عبارة عن حديدة ونار بسألك بقول لك سؤال صغير سهل جدا عندما كان الرومان يبسقون في وجه يسوع كان الاله الظاهر في الجسد جواه؟ حال ولا مش جواه؟ حالو اجاوب؟ فضل اوكي فانا لما عم بحكي لك هذا المثال معانا اجيي لك كان لما جواه اوكي عشان اشرعناك اكثر بالضبط فالحديدي ما رح يأثر عليها فالحديدي رح تتأثر اما النار ما رح تتأثر فاذا اللهوت المتحد في هذا الجسد اوكي يؤثر على المكان ولا يتأثر يا عزيزي؟ مش سؤالي انا لسه لحد دلوقتي ما اخدتش سؤالي اجابة سؤالي مش لسه ما جوتهاش الرومان انت قلت لي هل كان اللهوت متحد بالنسوت عندما كان يبسق عليه؟ ايوه ايه اه كان متحد اه وعم بقول لك هو متحد في الناسوت اوكي وعم بقول لك انه هذا البسك لا يؤثر على الله اساسا لا يؤثر لا يؤثر لانه الله يؤثر ولا يتأثر تمام لكن كانوا بيبسقوا في وجه الاله الظاهر في الجسد في وجه الرب عندك بيبسقوا في وجه الانسان يسوع المسيح والاله جواه واللهوت جواه ايه ايه لان الله يؤثر ولا يتأثر انت هذا الاله اللي بتعفه اللي بتأثر انا ما اعرف سيبك مني انا ومن الاله اللي اعرفه مش عايز كل ما اكلمك تقولي انت الاله والاله اللي عندك احنا ما احنا اقلت لو انك نعم 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 طواه بتأثر. والله والله وبالله وتالله. ما ليش دعوة بعلاقة علاقة اللاهوت يتأثر ولا ما يتأثر. انا سؤالي واضح مالوش دعوة اللي انت بتقوله. سؤالي الرومان. مسكين واحد. الواحد الانسان ده عبارة عن اله ظهر في جسد. بيبسقه في وجهه. كان قول ولا هوت ولا خرج منه اللاهوت. نو 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 ما قلت لك. لم يخرج. ولن يفارقه ولا لحظة ولا طرف تعيين. يعني كانوا بيتفوا في وجه الاله الظاهر في الجسد عندك. صح. باللهوت. في وجه الانسان يسوع المسيح. اللاهوت الروح. الذي متحت فيه اللاهوت. يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل اخجر يا رجل. السؤال هبسطه لك خالص. اللي هو ايه. دلوقتي لو قالك واحد في مدرست الاحد. زي ما ما تقوله. دلوقتي واحد في مدرست الاحد عندكم. اما يقول لك كده يا لاوت. دلوقتي لما الرومان كانوا بيبسقوا في وجه يسوع. هل كان يسوع الاله الظاهر في الجسد بكل مجده. ام كان انسان عادي خالص وما كانش جوه لهوت. هترد تقول ايه. طبعا في كل بساطة. هو انسان في طبيعة دي ماسوته. ايوه. اوكي. ومتحت فيه اللاهوت. ايوه. اوكي. لكن اللاهوت. اه. لا يتأثر لكن يؤثر. والذي ينبسق عليه. اوكي. وضرب وتعذب وقالك على 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 الصليب. هو الانسان يسوع المسيح المتحت فيه اللاهوت. بلهوته. بالمتحت فيه اللاهوت. يعني اله ظاهر في جسد. يعني ده الاله الظاهر في الجسد. ايه طبعا. بس كده. هو النسوت المسيح. شو تتعرف انت عن نسوت المسيح. دلوقتي. يعني انت عندك النسوت بتاع الاله. ايه? ايه. ايه. عم بقول لك هو النسوت هو انسان كامل عادي. آه. حالك زي زيك انسان. روح نفس جسد. وكل ملء اللاهوت. كل ملء اللاه في هذا الجسد. حالل? يعني ايه حالل? يعني حال Ferrari في هذا الجسد. يعني ملأ هذا الجسد. ايه? ملأ هذا الجسد. يعني حل حل يعني ملأة؟ طبعا حل في هذا الجسد حل يعني ملأة حل في هذا الجسد حل في هذا الجسد الاله عندك الله خلق؟ كل ملء اللاهوت حل في هذا الجسد ايوه ثواني اسمعني يعني الاله خلق السماوات والارض اصبح مالء جسد الانسان يسوع؟ ايه بالضبط ازاي؟ ممكن تشرح لي اكتر؟ ايه ملأة قولك كل ملء الله لهوت حل في هذا الجسد دخل جوه يعني؟ ايه طبعا متحد فيه دخل جوه؟ ايه طبعا دخل جوه متحد فيه ايه ملأة طب ما انت كده عندك الاله محدود انت كده دخلت كل الاله جوه الإنسان ايه كنت تعتبر الاله محدود؟ حاشة صديقني ازاي حاشة؟ حاشة كيف الاله محدود؟ انا قلت لك اله محدود. مش انت. طب هقول تاني. هقول تاني. هقول تاني رجع اللي انت قلت. قول تاني وتالت هو رابع. بص. اه. دلوقتي يحل فيه كل ملء اللاهود جسدية. وسألت. مية بالمية. اسمعني. طيب. اه. دلوقتي الانسان اللي قدامنا يسوع ده دخل جواه كل الاله بتقول لي اه. اه. بالضبط. مية بالمية. طيب ما انت كده. ده كده محدود. اصبح الاله محدود. كيف محدود? وين محدود? شرح لي. طب هقول لك على حاجة. انت بتقول دخل جواه. هل في بره يسوع. هل في بره يسوع? هل في بره يسوع الهد? ولا كل الهد? هل الله محدود? يا رجل رد على سؤالي. ما تعدش كل مسألك سؤال تردني بسؤال. بطريدك انت. انا بدك انت عم تسألني على المسيحي وانا عم بجاوبك. المفروض انك انت ازا تقريك انت تسمعني. انا غير محدود. الله لا غير محدود. ليه? غير محدود. اه غير محدود. غير محدود. لذلك. انا تقول ليه انت تحده في يسوع المسيح. انت تريد تحده انه ازا حل في ملء في 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 جسد يسوع المسيح. طب. معناها خلاص هو. اعتبرني اعتبر السؤال ده من ملحد. ها? عشان مش كل شوية تقعد تقول انت وانت وتقعد. لا. اعتبر السؤال من ملحد. انا مش عم بجيب لك اي حدا. لا ملحد ولا بجيب لك قرآن قاعد. انا عم بشرح لك. عم بقولك عن المسيحي. حاض. 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 دلوقتي الانسان يسوع. ايه? اصبح جوة كل الاله خلق السماوات والارض عندك. صح? يا عيني عليك. يا عيني عليك. يا عيني عليك. يا عيني عليك. ايوة يا عيني يعني صح ولا غلط? صح. ما عم بقول لك عن الانه اللي قلت لك الجنة. حلو. حلو. في برة الانسان ده. الاله. الاله. موجود ضر الانسان ولا قوة الانسان كله? متحد جاهوته في ناسوته. اوكي? والله ما للوجود. يعني ايه متحد? اه. متحد يعني داخل داخل يسوع المسيح حال الكل من الالهوت. هو اله كامل وانسان كامل. وكل من الالهوت حال كهذا الناسوت وهو ما للوجود. ما للسماء. ما لكل زمان ومكان. ازاي? طب انا دلوقتي انت بتقول لي قوة الانسان. اثبت لك ان الكتاب اسمعني. بس اسمعني. يا رجل اسمعني. ما بدك اثبت لك خلاص هيك اخدت عكلامي. ايو انا انا اتقناعت بكلامك بس عندي اسئلة في كلامك. الله. اوكي اتفضل. دلوقتي الانسان اللي قدامنا ده. بتقول لي كده دخل جواه كل الاله. كله. في حاجة برة. حال ملء اللهوت فيه. الله الله الله. في من الله عندك او في من هنقول الرب الرب. في من الرب عندك برة يسوع ولا كله جوا يسوع? هه عبيبي وجوا يسوع هو برة يسوع هو ما للوجود. ازاي برة يسوع جوا يسوع. وانت بتقول لي انه جوا يعني متعفة يسوع برة يسوع. اوكي هو في كل مكان في كل زمان هو الان معاي ومعاك في كل مكان. لانه ما له الوجود. ازاي والنص بيقول يا حل فيه كل ملء اللهوت جسديا. يحل فيه كل ملء اللهوت. وهو مسيطر على الكون كلياته كمان. طيب ده كده معناه ان الاله عندك كله دخل جوه يسوع. وده معناه الحدود. اصبح الاله قد ايه? قد يسوع. ليه? لان جوه يسوع كل ملء اللهوت. كل الاله جوه يسوع. مين المحدود? يسوع. الانسان. حيلو. مين اللي غير محدود? المفروض اللاهوت. المفروض. حلو. انتي الان اعترف انه لا محدود. فاز شجر في المحدود. اذا هي ان اللاهوت لا محدود. فاز انت جوابت نفسك في نفسك وصلتك الجو الف? لا. العكس. ده اللاهوت هو اللاهوت هو وله حله جوه النسوت مش العكس. الا نسوت ما حلش في اللاهوت. الصحيح. اللاهوت محدود? عاملين زي ايه? انا اضرب لك مثلين صغير. جاي يub gust لاحظة 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 اللاهوط محدود اللاهوط محدود لا المفروض اللاهوط غير محدود الشيء السلام لا تعلم عندما عمل السماء صار فيها محدود الله أصلا هو لا هربك كان داخل جوا السماء هربك كان داخل جوا السماء عندك انت وين الله كان قبل السماء ايه وين رد على سؤالي انا بنا قلت لك لا اعلم وين انت عندك وين كان وين مال مال الوجود مال يعني كان وين يعني برضو كان وين فوق مال الوجود فوق تحت مال الوجود في كل مكان المكا وين يبقى انت يبقى انت سؤالك غلط